أيام قليلة مرت على تسريب عقارات في سلوان ثلاث بنايات سكنية وقطعة أرض سربت للمستوطنين في هذا الموقع لكن تداعيات هذا الموضوع مستمرة رفض شعبي واسع وإدانات وتوقيع على مثاق شرف بين العائلات في سلوان ردا على عملية بيع عقارات وتسريبها لجمعيات استيطانية الوثيقة التي نادت بمقاطعة كل من ساعد وسمسر في هذا الأمر وهناك مقاطعة كاملة هذا الرد الشعبي ترافق أيضا مع تحركات من قبل عائلات من اتهموا بالتسريب فهي الأخرى تبرأت منهم إضافة إلى التأكيد على فتوى قديمة بعدم غسل وتكفين ودفن من تورطوا في بيع العقارات للمستوطنين لكن هناك من يرى ضرورة القيام بخطوات ملموسة كي لا يتكرر ما حدث يجب في المجتمع المقدسي أن يتم إنشاء لجان في كل حي مسؤولة عن عملية بيع أي قطعة أرض أو عقار تتابعها منذ البداية لا يتم البيع إلا عبرها وتكون هي مسؤولة في بلدة سلوان الحاضنة الجنوبية للمسجد الأقصى تتواجد نحو سبعين بؤرة استيطانية وبحسب جهات محلية فإنما لا يزيد على نصفها تسرب أما الباقي فاستولت عليه سلطات الاحتلال بفعل قانون أملاك الغائبين في بلدة سلوان تكثف جمعية الاستيطان من استيلائها على العقارات فمنذ سنوات وعقارات البلدة تقع في دائرة الاستهداف وبكافة السبل عبر سماسرة وطرق أخرى لكن يأمل الأهالي هنا أن تكون خطواتهم المتخاذة رادعة لأي عملية تسريب في المستقبل أحمد جردات العربي القدس